اشتركوا في القناة فينج وهتموت وترتبط بي وبعد شوية بيوصل تلات بنات وبيحاولوا يوقفوه ويدايقوه وبيضربوه واضح ان البنات بتجري وراه رغم انه مجرد عامل امن يعني وهنا بتوصل ليلي البنت الحارس الخاص بشين وبتضرب البنات فبيقول لها احبسيهم وبعد كده بيلاحظ انه اتاخر على معاد الشغل فبيركب المكنة بتاعته وبيجري على الشركة ولما بيوصل شين للشغل بيلاقي زميله بيقول له ازاي واحد زيك كده مش عايز يصالح وحدة جميلة زي مراتك وبنعرف ان شين في مشاكل بينه وبين مراته وبعد شوية بيلاقوا بنت تانية لابسة شيك جدا ووصلت الشركة وركنت العربية وبتكون هي كمان عايزة شين يتجوزها وبنعرف ان اسمها رولع واضح كده انها من عائلة غنية جدا وبتكلم شين وبتعرض عليه الجواز بمقابل مادي ولكنه بيكون متجاهلها هي كمان وبنلاحظ ان زميل شين مش فاهمين ليه البنات بتجري وراه رغم انه يا دوب حتة موظف امن وبلاقي رولا بتقوله المفروض توافق على جوازي علشان انا سفرت مسافة طويلة جدا وسبت اهلي علشانك ولكن بتتفاجأ من رد فعله وبيكون مش فارق معه خالص هي مين ومتجاهل وجودها اصلا فوقتها رولا بتقوله انت فكر نفسك مين ده انت حتة موظف امن كحيان مش لاقي تاكل اوعد كون بقى صدقت نفسك وهنا شخصيتها بتتحول بعد لما دخلت عليه بدور البنت الرئيقة وبتقوله اعتذر لي بقى ولكن شين بيبصلها بقرف كده وبيمشي وبيسيبها تكلم نفسها وهنا بتوصل السكرتيرا وبتقرب على رولا وبتقول لها ما تزعليش نفسك ده حتة موظف كحيان ازاي يرفض واحدة زيك اصلا فبتقرر تدي له درس يخليه يندم على العمله وبعدها بنشوف شين راح يقف لوحده فوق السطحة عند الاصر الخاص بيه وبيتفاجئ ان ليلي البنت الحارس الشخصي جاية ومعاها طقم الحراسة وبكده بنفهم ان شين ملك الاصر ده ولكنه متنكر وبتوصل ليلي وبتقف قدامه وبتقوله على جدوى الاعماله وبنعرف ان شين يبقى الملك الاكبر للدولة ولكن متنكر في عام الامن بسيط وفي يوم بيكون شين كان رايح الشركة وهناك بيلاقي مراته لونج ولما بيقرب علشان يكلمها بيلاقي السكرتيرا بتقوله انت تجننت ولا ايه ما تقربش منها ابدا وبيلاقي لونج قربت عليه علشان يمضي على قسيمة الطلاق ولما بيسألها بتقوله علشان احنا مش مناسبين لبعض وبيتفاجأ انها عينت شخص تاني اسمه ليو رئيس للشركة علشان عنده ملايين مش فقير زيه وكمان بيعرف ان لونج هتتجوز الرئيس ليو الجديد يعني من الاخر كده جواز مصلحة ووقتها شين بيكون مش مصدق ان امراته عايزة تنفاصل عنه ولما بيسألها بتقوله انها زهقت من العيشة معاه وعايزة راجل غاني جدا زي ليو يعيشها مش مجرد موظف زيك كده وبعد شوية بيوصل ليو وبيحاول يدايق شين وبيقوله انت مكانك برة في الباسكت ويريد تخرج بقى قبل ما نطردك وبتلاقي الموظفة بتقول ان ليو جاله طلبات كتيرة جدا وبكده هيكسب فلوس كتيرة جدا جدا ولما شين بيحاول يتكلم بيلاقي لونج بتضربه بالقلم وواضح جدا انها كل همها الفلوس وبس وبتقوله النهاردة لازم ننهي عقد جوازنا كفايا اللي عيشتوا معاك يا فقير انت ووقتها بيكون شين مصدوم منها ومن تصرفتها ومش عايز يمضي على قسيمة الطلاق ولكن في النهاية بيوافق لما بيلاقيها مصممة وبعد ما بيطلقها بيقول لها بكرة هفكرك ان انت هتندمي ندم شديد وقبل ما يمشي بيلاقيها بتديله فلوس تعويد عن السنين اللي عاشها معاها وبعدها بيرجع شين للفندق بس هو في الغرفة بيلاقي بنت بتخبط عليه وبتقوله الحقني وواضح كده انها سكرانة وبالفعل بيقضوا ليلة مع بعض رغم انه ما يعرفهاش وبنعرف بعد كده ان اسمها فينج وتاني يوم بيزحشين وبيسألها انت مين ولكنها مش بترد عليه وقبل ما يخرج من القوضة بيقول لها انسي ان احنا تقابلنا قبل كده ولكن بيقع منه كارت باسم الشركة اللي بيشتغل فيها وبيلاقيها بتقوله انها اتخطفت في مرة قبل كده وحد من الشركة اللي هو شغال فيها انقذها وبتحس انها عايزة تشكر اي حد تقابله يكون شغال في الشركة وهنا بتسأله ليه الكارني بتاعك مختلف عن باقي الموظفين واضح كده انه في اي بي فوقتها شين مش بيعرف يرد عليها وبيقول لها يا ريت يعني ما تدخليش في اللي مالكيش فيه وبعد كده بيمشي وبيسابها وبيقول لها يا ريت تخليك في نفسك بعد كده وبيخرج على طول وتاني يوم بيروح شين للشركة باللبس الرسمي بتاعه وهناك بيلاقي ليلي دخلة بتقوله على اخبار الشركة وبيعرف ان عيد ميلاد طلقته لونج بكرة فبيقول لها ان انا لازم احتفل معاها باخر عيد ميلاد بنا وقدم لها اخر هدية في نفس الوقت ده بتكون لونج طلقته في البيت وبتحتفل بعيد ميلادها وبيكون خطبها الجديد ليه موجود وبيقدم لها خاتم الماس غالي جدا ورغم انه غالي ولكنها بترفض انها تاخده وبيكون شكلها زعلان علشان انفصلت عن شين وبتحاول والدتها تقنعها انها تاخده خصوصا بعد لما مسك الشركة وحالتهم المادية بقت احسن من الاول فوقتها بيدخل شين ولما بيلاقي ليو بيلبسها الخاتم بيزعق له وبيقول له انت بتعمل ايه في بيتي احنا لسه ما انفصلناش بشكل رسمي وساعتها بيقدم لها هدية ولكن والدتها بتحاول تطرده وبتقول له بنتي انفصلت عنك يا فقير وهنا بتمسك الهدية وبترميها وبتقول له ان لونج خلاص اتخطبت لليو وكمان ايام هيتجوزه وبعد شوية بيلاقي لونج ضربته بالقلم وبتقول له انا فعلا مش بحبك وبحب ليو ده كمان بتطرده وواضح كده انها مش عارفة تاخد قرار وخصوصا علشان اهلها كلها مهم الفلوس وضغطين عليها وقبل لماشين بيخرج بيلاقي فينج البنت اللي قابلها في الفندق دخلت لبيت لونج وبتقول له انها رئيسة مجموعة اكبر الشركات واول لما بيشوفوها بيجروا عليها وبيبقوا شبه القطط وخايفين منها وبعد شوية بتقولهم انها اتخطبت لشين ووقتها الكل بيتصدم ازاي سيدة اعمال زي دي تتجوز واحد فقير زيه وطبعا لونج بتتصدم لانها ثابته علشان فقير وما تعرفش انه غني وبنشوف فينجي لما بتلاقي ام لونج بتهزق شين بتضربها بالقلم وبتقول لها ايه واي تتجرقي على خطيبة تاني وبتدافع عن شين طول الوقت وكله بيعمل لها اعتبار فبتقرر تنهي التعامل مع شركتهم الصغيرة وبتاخد شين في ايديها وبتخرج على طول وبعد كده لونج وامها بيطلبوا من ليو ينقذوا الشركة بتاعتهم فبيحاول ليو يكلم والده علشان يتصرف ولكن بيلاقي والده بيهزق وبيقوله انت ازاي تقف قدام فينج وبيعرف ان شركتهم فلست بمجرد ان فينج اتدخلت في الموضوع ووقتها لونج امها مش بتلاقي حل غير ان لونج تروح تقابل شين وبتقول لها لازم تحاولي مع شين ينقذ شركتنا رغم انها بتكرهو ومن ناحية تانية بنشوف شين قاعد سهران مع فينج وحزين جدا وبيفتكر لما لونج ضربته بالقلم علشان فقير وبيطلب منها تديله فرصة فبتحاول فينج انها توسي ووقتها بتوصلها لونج وبتطلب من شين انهم يتكلموا على انفراد في اي قوضة في الفندق وخصوصا لما بتشوف فينج بتدلع قدامها وبعدها بيروح شين معاها وبيلاقي لونج بتترجاء انهم يرجعوا لبعض تاني وبتقوله انها كانت بتحذر لما طلبت الطلاق وبتكمل كلامها وبتقوله ليه مين ده اللي انا هتجوزه وهنا بتحاول تغريب طريقتها علشان يرجع لها ولكنه بيرفض لما بيفهم انها جاي علشان مصلحة الشركة ولما بيعرف انها بتزلي نفسها علشان شركة اهلها بيوعدها انها يرفع الحذر عن الشركة ولكن علاقتهم هتنتهي زي ما هي وبعدها بيسيبها وبيمشي ووقتها بتكون منهارة من العياط لانها فقدت شخصة اصيل زي ده ولما شين بيخرج بيلاقي فينج وقفة مستنيعة واول لما بتشوفه بتقرب عليه وبتحضنه وبتحاول كمان تغيز لونج لما بتلاقيها خارجة وشايفاهم وبترجع لونج للبيت وهي متضايقة وحاسة بالغيرة ومن ناحية تانية بنشوف اخر اليوم شين بيروح يصهر مع فينج وبيكون متردد من علاقتهم ولكن هي بتحاول تفاهمه انها بتمثل وبتساعده بس وهنا بنشوف ان فينج كمان بتحاول توقع شين في حبها وواضح كده انها بتحبه فعلا ولكنه بيرفضها زي كل مرة واخر اليوم بيكون شين واقف زعلان وبيلاقي ليلي بتبلغه انها يكون في حفل ولازم يحضره وبنعرف ان شين ملك الدولة ولكنه متنكر وبنشوف ليو رايح يجيب تذاكر لحفلة الملك المجهول وبيكون معه صاحبه وبنعرف ان صاحبه هو اخ لونج وبيكون امنيتهم ان هم يقابلوا الملك ويشتغلوا عنده وبعدها بتوصل لونج ولما بتشوف ليو بتقوله انا مش بفكر في الجواز منك وياريت تشيل الموضوع ده من دماغك ولما اخوها بيسمعها بيدربها بالقلم وبيغم عليها ووقتها ليو بياخد فرصته وبيقرب منها وبعد كده بيوصل شين وبيضرب ليو وبيفوق لونج وبيعرف ان اخوها جو مصمم يجوزها ليو علشان يكبر علتهم وواضح كده ان علتهم كلهم طمعين ووقتها ليو بيقول لجو اخوها انا همشي واعتبر ان شركتكم عليها حظر وبيرميله كمان دعوة الحفلة وبيهدده وبيلاقي شين بيقوله انت رخيص اوي يا ابني بقى علشان دعوة لحفلة الملك وفلوس بتخلي اختك تتجوز غصب عنها من شخص مش بتحبه وبعدها شين بيعمل مكالمة علشان يجيب دعوة الحفلة لجو ووقتها جو بيستهزق بي وبيقوله انت ما تقدرش تعمل حاجة يا فقير انت ولكن قبل ما يخلص كلامه بيلاقي ليلي دخلت وقعدت على ركبتها وبتعظم الملك شين ووقتها الكل بيكون مصدوم جدا ان الملك بنفسه يبقى هو شين الكحيان ومحدش بيصدق الكلام ده وبيقوله ان دي مجرد تمثيلية وقبل ما شين يمشي بيقولهم انا هسيبكم تعرفوا بنفسكم انا مين وبعد كده بيمشي وبيسيبهم وبينشوف ليو بيحاول يكذب اللي قاله وبيقول ده واحد كحيان يا جماعة وبيقناهم انه بيمثل هو والبنت اللي بتحرسه ووقتها جو بيرمي الدعوة على الارض وبيقولهم انا هنتقم منه الواد الكحيان ده وهنا بنشوف لونج بيجي لها مكلمة انها لازم تروح الشركة وهناك بتلاقي بنت قعدة وبتعرف انها بلوجر مشهور على الانترنت وكمان بتطلب منها مبلغ كبير جدا علشان تمشي لها شغلها وبتعرف ان ليوم اتفق مع البنت دي تدايق لونج علشان توافق تتجوزه وعلشان كمان مصلحة الشركة وفجأة بيدخل شين وبيقولهم انا اللي قرر اقفل الشركة ولا لأ ده كمان بيدافع عن لونج ولكنهم مش بيقتنعوا انه غني ولا يقدر يعمل اي حاجة ده حتى كمان الموظفة بتهزقوا ومحدش بيرحموا وبيقرر شين يعمل اتصال علشان يثبت لهم انه الملك بس وقتها لونج بتطلب منه يبعد علشان كل مرة بيتهان منهم وبعد شوية بتدخل الملكة وهي لبصة ابيض والكل بيندهش لما بيشوفها وبتكون رايحة علشان شين وتثبت انه الملك ولكن برضو محدش بيصدق وبيقولوا انه اكيد بيمثل وبيلاقوا الملكة بتطلب منهم يعملوا صداقة بين الشركتين بمقابل مادة صغير جدا وبيكون شين اللي عمل كده علشان يساعد لونج انها تحافظ على الشركة بتاعتها وكمان بتقول للبنت البلوجر انه تم حذرها من برامج الترفيه علشان هي غشاشة وشريكة لايو وبعد كده بنشوف لونج بتطرد الموظفة بعد لما بتعرف انها كانت بتسرقها واخر اليوم بتكون الملكة ماشية وبيخرج شين علشان يوضعها وقبل ما بتمشي بتقوله انا متأكدة ان لونج لسه بتحبك وباين عليها جدا وبعدها بتخرج لونج علشان تشكر الملكة وبتلاقيها ماشيت فبتسأل شين على سبب مساعدته ليها رغم انهم يعتبروا منفصلين فبيحاول شين يقول لها ان انا بساعد الشركة علشان ما تاخدش حذر بس برغم كده بيكون باين عليه انه لسه بيحبها ولكن بيلاقيها برضو مش مصدقة انه ملك المدينة وبتقوله انت بتمثل وهنا بيوصل ليو وبيحاول يضايقه بيقوله بطل تمثيل وبعد شوية بيلاقوا فينج دخلة وبتقف جنب شين وبتقولهم مين اللي زع الجوزي حبيبي وطبعا لونج بتكون متضايقة وحسة انها يحصل لها حاجة من كتر الغيرة ووقتها لونج بتقرر تطلب من ليو انه يتجوزها وبتقوله انها موافقة على جوازه منها بدون اي شروط وبتقول لي شين انا عزماك على فرحنا وبعد كده بتمشي وبتسيبه وبعدها بيروح شين وبيشرب القهوة مع فينج ولما بتسأله ليه بتحب لونجي الحب ده كله رغم انها بعيتك وراحت لشخص تاني كمان بتلاقيه بيرد عليها وبيقولها لما كنت صغير ومش لاقي اكل جات لي طفلة صغيرة ومعها ساندويتش وانقذتني من الموت ومن ناحية تانية بنشوف لونجي مع والدتها وبتلاقي امها بتقول لها ليو شكله بيحبك قوي وبتحاول كمان تقنعها بيه ووقتها ليو بيحاول يقرب من لونج ولما بيمسك ايديها بتبعد عنه وبتكون مش طيقه رغم انها هي اللي طلبت منه الجواز وبتقوله انا كنت متضايقة وانا بطلب منك الجواز وساعتها بترجع في قرارها وبنشوف شين بيتمشى في الحديقة بتاعة الفندق وبتكون فينجي معاه ولما ام لونجي بتشوفه بتهزقه وبتقوله انت ايه اللي جابك الفندق اللي بنتي هتعمل فيه حفلة زفافها وبعدها بترجع فينجي للفندق مع شين وهناك فينجي بتشوفه الراجل اللي خدرها في اليوم اللي قابلت فيه شين وبيكون الراجل ده شبه المجرمين وبيحاول يقرب على فينجي وياخدها تصهر معاه غاصب عنها ولكن شين مش بيستحمل غلاسته وبيبعده عنها وبيضربه وبيكسر له كمان دراعه لما بيقوله هبلغ عنك الملك لانه اكيد يعني ما يعرفش ان شين هو الملك نفسه وهنا بيوصل ليه وبيقرب على شين وبيقوله انت تجننت علشان تكسر له دراعه ده من اكبر العائلات وبيهدد شين فبتحاول لونج تتدخل وتدافع عن شين علشان واضح انها لسه بتحبه ووقتها ليه وبيقول لي شين انت متقدرش تشتري بيت ازاي بقى عايز تتجوزها بس بيلاقي شين عمل اتصالاته كالعادة ومستعد يشتري الارض كلها باللي فيها وفجأة بيلاقي ام لونج قربت على شين وضربته بالقلم وبتقوله بقى انت يا شحات تقدر تشتري قوضة علشان تتكلم في ممتلكات والكل بيكون مصدوم من قوة الالم وبعد شوية بيوصل رجل الاعمال الخاص بشين وبيقولهم ان ارض الفندق بقت من ملك يا شين خلاص وهنا بيكون ليه مصدوم وبرضه بيقول عليه انه بيمثل ولما شين بيحاول يقناهم بيلاقي ام لونج بتقوله اخرص خالص انت ازاي تكدب وتقول انك اشتريت ارض الفندق والفيلا وانت مجرد شخص فقير وبعدها بتحاول لونج تطلب من شين انهم يتكلموا على انفراد واخر اليوم بيروح شين وبيصهر مع لونج ووقتها لونج بتفضل تشرب ويسكي لحد ما بتذكر خالص وبتفقد الوعي ولما بيحاول شين يوقف عن الشرب وبيلاقيها بتسأله لو لسه بيحبها فبتقوله انها مش عايزة تتجوز ليه ومش بتحبه وهو بس مجرد وسيلة علشان غيرانا وبعد شوية بنشوف شلة شباب سكرانين وشكلهم كده مش مظبوط وبيقربوا على لونج وبيقول لها مش معقول امر زيك كده يصهر لوحده ومحدش معبره وتقريبا مش بيكون شايف شين ووقتها شين بيستنى يخلص كلامه خالص وبيقفوا بيضربوا هو اصحابه وبعدها لونج بتقرب على شين وبتبوسوا وهي مش حاسة بنفسها لانها سكرانة ده كمان بيقضوا ليلى مع بعض وتاني يوم بتصحى لونج وبتلاقي نفسها نايمة جانب شين فبتفضل تصوت لانها مش حاسة انها رجعت معاه اصلا وتاني يوم بيكون زفاف ليو لونج رغم انها مش بتحبه بس والدتها بتحاول تقنعها انها توافق وبالفعل بيبدأ الحفل وبيقرب ليو على لونج وبيمدلها ايده علشان يطلعوا على المسرح علشان يقدموا نفسهم ولكن لونج بنلاحظ انها مترددة ومش عايزة تكمل اليوم في الوقت ده بيوصل شين وهما بيعملوا اجراءات عقد الزواج وبيوقف الزواج وبيقولهم انه مش موافق على الجوازة دي وهنا بيطلب لونج للجواز من تاني ولما اهلها بيسمعوا بيسخروا منه وبيقولوله اسكت انت يا فقير وبصراحة كده الودة هان جامد من اهلها وعلشان يخليهم يصدقوا انه الملك بيقولهم انا هقدم لها مهر محدش قدمه على وجه الارض وطبعا بيسخروا منه بس بعد شوية بيدخل الحرس بتوع الشين ومعاهم شنط فيها المهر وبيتكون الهدية بتاعتها صندوق عبارة عن كنز مليان مجوهرات وشنط مليانة فلوس ودهب ويقوت ومرجان وحاجات كتيرة قوي لا تصدق ووقتها ام لونج بتندهش وبكده بتصدق لما بتشوف الصهروة دي كلها قدامها ولما بتجري على شنطة الفلوس الحرس بيمنعها وبيقول لها محدش يقدر يلمسها غير لونج صاحبة المهر وبتلاقي الحرس بيقولولها اني شين ملك الارض وبيدوروا كمان على شين علشان هم مش عارفينه شخصيا وكمان ام لونج مش بتصدق ولا حد بفيهم بيصدق اني شين يبقى الملك وبيقولوا ضعبيته ولا ايه ازاي يشبه الملك بواحد فقير زي ده ولما شين بيقول للحرس انه يبقى الملك شين بيلاقي واحد من الحرس بيزعقله والكل بيستهزق بشين ده حتى كمان لونج بتنزل من المسرح وبتقوله كفايا فضايح بقى انت كل شوية تحرج نفسك وتقول قدام الناس انك غني وملك وانت اصلا لا تملك اي حاجة وبتطلب من شين انه يبعد عنها ويسبب حالها وكفايا اوي فضايح لحد كده وبنشوف شين بيمشي من قاعة الفرح وهو مكسور خطره ومش فاهم ليه محدش بيصدق انه الملك وكمان خسر حبيبته وبعدها بتلاقي الحارس اللي جاي بالمهر بيقولهم انا عملت اللي عليا وسلمت المهر بتاع بنتكم وبعدها بيستأذن وبيمشي وبيعرفهم ان الملك طلب لونج للجواز رغم انها ما تعرفش شكل الملك وهنا بنشوف جد لونج بيقول ليه انت كده ملكش لازم عندنا لان بنتنا دلوقتي خلاص هتتجوز الملك ومن ناحية تانية بنشوف الملك شين واقف متدايق فبتروح لليلي الحارس الشخصي وبتعتذر له عن الخطأ اللي حصل في تسليم المهر وبيعرف ان الفرح مكملش بامر من الجد لما شاف المهر بتاع الملك المجهول وطبعا لازم يوافق علشانهم معي اللي بتحب الفلوس اكتر من اي حد وبعد شوية ليلي بيجي لها مكالمة من اهل لونج وبتلاقيهم بيشكروها على الهدية وبيسألوها كمان عن الملك وموعد الزفاف خصوصا بعد لما المهر وصل لهم وهنا بنشوف جد لونج قاعد محفيده وبيفكر ازاي الملك يحب لونج وهي عمرها ما قبلته اصلا قبل كده وكمان بيكون جاب لها مهر كبير جدا وبيقعد يفكر الجد محفيده ازاي يخلي الملك يحب لونج اول لما يشوفها علشان دي تعتبر فرصة ما تتعودش وخصوصا انهم هيكون عندهم شركات غير شركتهم وهنا بتدخل لونج ولما بتلاقي جدها بيتكلم مع اخوها في الموضوع ده بتقول لهم انها مستحيل تتجوز شخص ما تعرفوش لمجرد انه دفع سروة كبيرة وبتقول انهم بيتعاملوا معاها على انها سلعة واللي يدفع اكتر هيخدها وبيطلبوا منها تشرب قهوة معاهم واول لما بتشرب القهوة بيغم عليها فبيقرر الجد يبعثها لبيت الملك علشان تبقى راح تلب نفسها وهنا بنشوف لونج نايمة في مكتب الملك شين ولما شين بيعرف ان اهل لونج بعتوها بيروح وبيلبس ماسك على وشه وبيتنكر وبعد شوية بنشوف لونج بتصحى وبتلاقي شخص لابس ماسك ومتنكر وبيقول لها انه يبقى مدير اعمال الملك اما هي فمش بتعرفه رغم انها بتقوله شكلك مش غريب عني ووقتها شين بيقول لها اكيد مجرد شبه مش اكتر فبيلاقيها بتقوله انها بتحب جزها رغم انه فقير جدا ولكن عيلتها بتكرهه لانه فقير وكفاية اوي بالنسبة لها انه دايما بينقذها في المواقف الصعبة رغم انفصالهم عن بعض وبيعرف منها ان انفصالهم عن بعض علشان مصلحته لان عيلتها مش بيحبوه ودايما بيكونوا عايزين يقزوه وبتطلب منه ان الكلام اللي قالته ده يفضل سر ومحدش يعرفه ولا حتى شين طلقها وبعد كده بتسيبه وبتخرج ووقتها شين بيتأكد انها بتحبه وبعدها بتدخل ليلي وبتكلم شين وبتبرك له انه هيتجوز حبيبته تاني رغم انها لسه ما تعرفش انه الملك ولما ليلي بتسأله ليه معرفتهاش ان شين يبقى هو الملك بتلاقيه بيرد عليها وبيقول لها انا سايبها مفاجأة اليوم الزفاف الملكي علشان تبقى مبسوطة اوي وبعدها لونج بتتصل على شين ولما بيرد عليها بتحس ان صوته مبسوط وبتقول اكيد طبعا مبسوط مع خطبته الجديدة فينج وساعتها بتنهي المكالمة وتاني يوم بيكون شين خارج من الشركة وبيلاقي لورا دخل الشركة ولما بتشوفه بتقوله انت بتعمل ايه هنا يا فقير شكلك كده لسه شغال عام الامن وبتهزقه بتقوله شكلك برضو هتترفض النهاردة وانا بقى لما هشوف الملك هخليه يخرب بيتك ووقتها شين بيقول لها طب يا ست خليك مكانك وهنشوف مين فينا الا هيروح في دهيا دلوقتي وعلى طول بيعمل مكالمة وبتوصل ليلي ومعها الحرس وبياخد رولا وبيرموها بعيد برا الشركة وبعدها بنلاقي شين بيجي له مكالمة من حد بيقوله انقذني وبنشوف فينج ركبة العربية وبتلاقي شخص بيدايقها في الطريق وبتحاول تهرب منه ولكنها مش بتعرف ولما بتنزل من العربية بتعرف ان جو الشخص اللي شين ضربه في الفندق ده كمان بينزل من العربية وبيحاول يعتدي عليها ولكن شين بيوصل في الوقت المناسب وبينقذها منه قبل ما يعتدي عليها وبنشوف شين بيدربه لحد ما بيقع على الارض وبعدها شين بيتصل على الحرس بتوعه علشان يعمله حاضر الجو من كل الشركات علشان يفلس وبعدها بيرجع شين للبيت ومعا فينجة علشان تستريح من الصدمة ولما بتصحى بتلاقي نفسها نايمة في بيت شين وبتشكره انه انقذ حياتها وبعد شوية بيلاقيها بتتدلع علشان يتجوزها فبيزو اهلي بعيد عنه وبيقول لها اتهدي بقى علشان انا بحب لونج مراتي ومش هحب غيرها وبيسيبها وبيمشي وبعدها بيقرر شين يروح لمعرض السيارات علشان يشتري عربية جديدة ولما بيدخل المعرض بيلاقي بنتين موظفين بيعملوه بطريقة وحشة جدا وبيقولوله بلاش تلمس العربيات وتفرج عليها من بعيد علشان كده شكلك فقير واخرك تتفرج وبس ده كمان لو حصل حاجة للعربية مش هتلاقي معاك فلوس تعويد ليها والموظفة بتهزقه وبتحاول تطرده ووقتها بيوصل رجل اعمال ومعا حبيبته البنت اللي كانت شغالة سكرتيرة وبرضو بيهزقوه علشان شكله مش غني زيهم ووقتها شين بيطلع الكريدت وبيقولهم انا هشتري المعرض باللي فيه وبتكون الموظفة في المعرض مصدومة فبتاخد الكريدت وبتروح لمدير المعرض علشان تتأكد ولما مدير المعرض بيشوف الكريدت بيقول ده اكيد حرامي مش معقول طبعا واحد زي ده يكون معاه المليارات بتاعة الملك ولما بيوصل المدير عندي شين بيعتذر له قدامهم كلهم ده كمان بيدرب السكرتيرة بالقلم علشان تصرفتها وبيطردها وبيتكون البنت مصدومة وبتفضل تقول للمدير ده بيدحك عليك ده مجرد واحد كاحيان كان شغال عام الامن ولكن بيلاقي المدير بيطردهم برا بعد لما بيتأكد ان شين غني جدا ومعاه مليارات ماشي بيها وبيحاولوا يعتذروا له كتير ولكن بيرفض وتاني يوم بيكون شين خارج من الفندق ومعاه فينج وبيلاقي البنت الورة في وشهم ولما بتشوفهم بتكون متضايقة جدا خصوصا لما بيتجهلها وبيلاقيها بتقوله انها هنا في حديقة الملك ودي حاجة ملكش دعوة بيها وبتكون برضو مش عارفة انه هو بنفسه يبقى الملك وبتفضل تهزقه وكلنا عارفين انها تعيره بفقره زي ما الكل بيقوله يا فقير ووقتها بيوصل مدير معرض السيارات ومعاه مفاتيح عربيات المعرض كلها وبيقدمها له وبيكون فينج ولورة مصدومين جدا علشان جايب الفلوس دي كلها منين وبعدها بيوصل شاب من عيلة شين وبيقولهم ان شين سايب العيلة من زمان بعد لما اضطرد وبيكون شين مش مهتم بي وبيكلموا باستهزاء وبيقوله انا هخلي الايام تعرفك انا مين وبعدها بيروح شين لبيت الملك الكبير وبياخد معا فينج ولما بتشوف القصر بتكون منباهرة جدا ان زي شخص عادي زي ويعيش في مكان زي ده وكأنه كده عايش في الجنة وبتقوله عارف يا شين انا عمري ما فكرت في يوم من الايام ان انا هدخل قصر الملك الاكبر ووقتها شين بيقول لها انه يبقى الملك الكبير ولكنه متنكر علشان فيه مشاكل بينه وبين العيلة وطردوه برا العرش وعلشان كده هو عايش لوحده وبنلاقيه فينج طمعت فيه اكتر لانه مش مجرد شخص بتحبه وبتحاول كمان انها تستغله ووقتها شين بيحاول يبعدها عنه بيقول لها انه بيحب لونج امراته اما هي برضه فبتصمم وبتقوله عادي يا باشا حبها ويعيش معايا انا ولما كانت لسه بتقرب عليه بتلاقي البنت لورا واقفة برا ومعها كمان اخو شين اللي ظهر فجأة وبيكونوا عايزين يدخلوا الاصر ويبوزوا عليها الخطة ووقتها بيخرج شين ومعا فينج ولما بيشفوه خارج من الاصر الملكي بيستغربوا علشان هو قال لهم انه مطرود من العيلة والكل معتقد انه شخص عادي ومجرد شخص عامل امن في شركة وكالعادة بيستهزقوا به وبيقولوله وسع انت كده علشان انت اكيد جاي تحرص الاصر ده وبيهزقوه علشان كان خارج من الاصر وان ازاي واحد زيه يقعد جوه اصر الملك ووقتها شين بيتخنق منهم وبيقفل باب الاصر في وشهم وبيدخل الاصر لان اكيد يعني مش كل واحد هيجي يقوله انت فقير وما حدش راضي يصدقه ولما بيكون متدايق بيلاقي فينج مصممة برضو تستغله خصوصا بعد لما عرفت انه الملك وبيحاول شين يتهرب منها وبيزقها وبيخرج يتمشى في حديقة الاصر ولكن بيلاقيها ماشية وراه وبتقرب منه وبتحاول تحضنه ووقتها لونج بتكون ماشية في الحديقة وبتشوفهم وبتقول احساسي كان غلط وواضح كده ان انا شخص اضافي علشان شين عايش حياته وساعتها بتسيب الحديقة وبتمشي في الوقت ده بيجي لها مكلمة من لورا علشان في حاجة مهمة جدا فبتجري على بيتها علشان تقابلها ولما بتوصل لونج لبيتها بتلاقي لورا هناك ومعاها اخو الشين اللي غير شقيق فبتقول لها ان شين مالوش اهل ومطرود من العيلة في نفس الوقت ده شين بيجي له مكلمة باللي بيحصل وبيروح علشان ينقذ الموقف وفعلا بيوصل شين في الوقت المناسب وبيوقف البنت عند حدها ولكن بيلاقي الكل بيهزقوا تاني وبيحاولوا يطردوه خصوصا بعد لما عرفوا انه مطرود من عيلته فقير وكل ده ولسه محدش يعرف انه الملك الاكبر ده كمان بيطلبوا منه يركع تحت رجل لورا ويتأسف لها ومحدش بيرحموا وفجأة بيلاقي لونج بتزعق لهم وبتقول لهم محدش يجبر ويتأسف لها وارحموا شوية بقى وبتقرر كمان ان هي اللي تركع تحت رجل البنت وتتأسف لها ووقتها شين ماش بيعجبوا الوضع وبيهدد لورا لو ما خرجتش خلال دقيقة هيضمر حياتها ولما بيلاقيها بتعاند بيعمل مكالمة واحدة بيقرر فيها يضمر عائلة لورا ويخليها كمان تفلس وبتكون البنت منهارة وبتاخد شنطتها وبتمشي بعد لما بيجي لها مكالمة انها اتطردت من شغلها وفلست وبتكون مش عارفة ازاي واحد زي ده شغال عامل امن يقدر يعمل كده وبعدها لونج بتلاقي جدها بيقول لها بما ان عائلتنا احنا كمان هتفلس بكرة فلازم تروح قصر الملك وتقابليه شخصيا وتحددي معاه كمان موعد الجواز علشان ينقذها فوقتها لونج بترفض وبتكون فينج في الشركة وبتلاقي اخو شين الغير شقيق رايح لها وبيحاول يعتدي عليها علشان تساعدوا ان عائلتهم ما تعلنش افلسها ولما شين بيسمع صوتها بتصوت بيدخل علشان ينقذها منه وبعد شوية بتوصل ليلي ومعها الحرس وبتضرب اخوه بالقلم وبتقول له انت زي دهين الملك ولما بيرجع اخوه للبيت بيقرر ينتقم من شين وبيقول انا هعلم شين الكحيان ده الادب وبيكون برضو مش مصدق انه هو الملك وتاني يوم بيروح شين للشركة وبيكون لابس لبس كاجوة العادي علشان يقدر يتعامل مع اي حد يهينه من غير ما يعرف انه الملك وبعدها بتكون لورا رايح الشركة ومعها اخو شين علشان يتأكدوا ان شين مجرد عامل امن وبيقولوا اكيد هتلاقيه قاد على البوابة وده هيبقى اخره وفعلا بيلاقوا شين واقف وبيعملوه بطريقة وحشة جدا بس وقتها شين بيقولهم بما ان انا عامل امن فانتوا ممنوعين تدخلوا الشركة وبيطلب منهم كمان يعتذرولو ولكن هم بيرفضوا وبيه هزقوه وهنا بتوصل ليلي وبتقولهم الملك عنده اوامر ان انتوا تتأسفوا للعامل الغلبان ده وتركعوا كمان تحت رجله وفعلا بيوفقوا علشان دي تبقى اوامر الملك المجهول وكمان علشان يسمح لهم ياخدوا دعوات للحفل الملكي وتاني يوم بعد لما بيركعوا بيرملهم الدعوات في وشهم وبيمشي وبعدها شين بيجي له مكالمة من لونج بتقوله تعال انقذني وبنشوف لونج متخدرة فوقودة في الفندق وبيكون ليو بيحاول يستغلها ويعتدي عليها ولما بتحاول تبعده عنها بتضطر تعضه في ايده ووقتها ليو بيدربها بالألم وبيحاول يخلص عليها وبيوصل شين في الوقت المناسب كالعادة وبينقذها من تحت ايده وبنلاقي ليو بيحاول يخلص على شين وبيضربه في ايده ولكن بيلاقي شين لف ايده وبكل قوته بيخلص على ليو وبيقع على الارض وبعدها شين بياخد لونج بالحضن بعد لما بينقذها منه وهنا بيعترف لها انه بيحبها وان فينج مجرد وسيلة علشان هي غزها وبس وتاني يوم بيكون معاد الحفل الملكي وبيتكون لونج لابسة حلوة جدا علشان تقابل الملك المجهول وبيكون شين جنبها وبيقولهم انه يقدر يدخل الحفلة علشان يعرف واحد هيقدر يدخله وبرضو لسه مش بيعرفهم انه هو الملك نفسه وقدام الباب الملكي بيوصل اخوه مع لورا وهناك بيلاقوا الحرس بيقولهم عندنا اوامر ان انتوا تدخلوا زحفين على رجليكو وبيكونوا مصدومين جدا من القرار ده وبعد شوية بيتيجي اوامر ان لونج تدخل الاصر بحراسة خاصة مميزة وبيتكون منبهرة جدا من ده وهنا بيدخل شين معاها والكل بيدخل لاصر الملك الاكبر وهناك بيطلع شين وهو لابس ماسك ومتنكر على المسرح وبيسأل لونج وبيقول لها هل انت موافقة على جوازك مني ولا لأ والمفاجأة الكبيرة انها بترفض لانها بتحب شين الفقير وما تعرفش حاجة خالص عن الشخص المتنكر ده غير انه يبقى الملك الاكبر وبعد شوية بتلاقي ليلي بتقدم لها المهر بتاعها وبتكون مجوهرات بمليارات والكل بيكون منبهر ازاي ترفض الملك هي البت دي عبيطة ولا ايه والكل بيكون ساكت ومستني لونج توافق طبعا ولكن بيتفاجئوا انها بتقول للملك انا مقدرة كل ده ولكن انا اسفى علشان انا بحب جوزي شين ووقتها الكل بيستغرب ازاي البنت دي ترفض الملك وبتلاقي كمان لورا ضربتها بالقلم علشان يعني ازاي تعصي الملك وبتقول لها انت بترفوس النعمة بيت وساعتها شين مش بيتحمل ان حبيبته تضرب وبيمسك لورا وبيضربها وبيضرب كمان اي حد يتعرض لها وبيحاول يختبرها تاني وبيقول لها طب ما انك رفضتيني فانا هقتل حبيبك ولما بيلاقيها بتعيد بيشيل الماسك اللي على وشه وبيعترف لها ان شين حبيبها هو الملك نفسه ووقتها الكل بيتصدم ان شين الفقير طلع الملك الاكبر وكلهم بيقربوا عليه وبيعتذروله ولكن شين بيطردهم كلهم برا وبعدها بيشوف شين بيطلب الجواز من لونج تاني وبيقدم لها خاتم الجواز وبيقول لها انه لسه بيحبها وبيقرروا يعيشوا مع بعض في القصر الملكي وتبقى مرات الملك ويعيشوا كمان في تبات ونبات ويخلفوا امراء واميرات وكده خلص مسلسلنا النهاردة اشوفكم بقى في فيديوهات جديدة سلام اشتركوا في القناة